فاشلت إنجلترا في فك عقدتها المستعصية في مباريتها الافتتاحية في بطولة كأس أوروبا فاكتفت بالتعادل مع روسيا واحد لواحد السبت على ملعب فيلودروم في مدينة مارسيليا الفرنسية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية وتتصدر ويلز ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزها على سلوفاكيا 2 لواحد في حين تساوى المنتخبان الروسي والإنجليزي بنقطة واحدة كنت أعتقد أننا سنخسر ولكننا تعدلنا لم نكن نعتقد أن معجزة ستحصل لكنها تحققت هذا رائع إنها مباراة معقدة كانت هناك فرص خطرة المباراة كانت مشوقة وهذا بفضل اللاعبين وبعد المواجهات بين مشجعي منتخبي روسيا وإنجلترا في مارسيليا جنوب فرنسا في الملعب وفي وسط المدينة تشهد باريس الأحد مباراة بين تركيا وكرواتيا يحتمل أن تليها مواجهات وأدت المواجهات إلى جرح 31 شخصا بينهم أربعة من بريطانيا إصاباتهم خطيرة وكان أحدهم بين الحياة والموت لكن شرطة باريس ذكرت أن وضعه بات مستقرا على غرار جريح ثانا بينما يخضع الثالث لعملية جراحية وغادر الرابع المستشفى اشتركوا في القناة